أكد وزير الخارجية سمح شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنصيق مع الأردن جاء ذلك خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي وبحث الوزيران سبل مواجهة التحديات المشتركة وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بزيدة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطع وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجنوب الإسرائيلي على دخول المساعدات كما تترقت المباحثات إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية هذا المصار اتصالا بحركة التجارة الدولية وانطلاقا من كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر